الحرب في لبنان ليس سببها الفلسطينيين هن يسرعوها من يسميه فلسطينيين داتونايتر يعني الساعق اللي يفجر الامبلي ولكن الامبلي هي انه هذا النظام سياسي ما كان بيقبل يعمل أبغريد ليحسس الأطراف مش بس المسيحية انذا انت كنت شخص ما تنتمي للمدينة اذا انت جاي من بنت جبال او انت جاي من عكار او جاي من البقاع ما انك بريفليجت الطبقة السياسية المحزية المسمية الكونسورتيوم اللي كان حاكم لبنان من قد الطوائر كان كان بريفت كلاب منشان هكا الناس دمرت وسط بيروت بالحرب الاهلية بالنسبة لهم هيدا القتلات اللي كانوا بالداونتاون هي قتلات للأغنية ويتمثل هيدا المخبير منشان هكا الماركسية والقومية كانت كتير بوبولر لانه العالم بده تغير بده الثورة تانية منحب نذكر انه لبنان وانت ثلوه متل كل العالم مايي نايتين سكستي ايت حركة الطلابية العالمية والناس صار بتآمن بما يسمى نيولافت صاروا الماركسيين كتير صار بدهم جيفارة صار بدهم ماو صار بدهم تروتسكي واللبنانية قطعوا فيها والناس اللي حملت السلاح بالحرب الاهلية ما كانوا فقرة كانوا ناس من اهم جامعات وعيال لانه امنوا ان التغيير لا يأتي الى عبر البندقية وهذه كانت المشكل لا تنسوا انه انحنا عنا حرب السنتان بعدين عنا حرب الاشرفية بعدين عنا حروب عديدة حرب الاهلية الليبنانية ما فينا نحطها كلها بنفس السلة حروب بعد 82 بعد ما فلوا الفلسطينيين وهيدا شي بعري المقولة انه السبب الحرب الاهلية بعد ما فلوا الفلسطينيين هيدا سؤال يزمين سأل هيدا سؤال زمين سأل ما في المشكلة بس أحبانا اتذكركم انو فيكم تعملوا like وسبسرايب على اليوتيوب تبعيتنا وفولوا على السوشال ميديا إذا بدكم وكمان إذا الأشخاص اللي بدون يلحقون على الأوديو بلاتفورم مثل Spotify أنغامي و Deezer و Apple Podcasts فيكن تتركوا هيك ريفيو مع هدو مك رمال تنتشر أكتر السردي وإذا بدكم تتهمونا في Patreon www.patreon.com slash سردي after dinner وفي المرشاندايز أكيد again and again سيئة تمشي لابسينهم اليوم لا ما فيه نبسون كل الوقت dot com مكرم أرباح ولكم تسردي صل خير ولكم تسردي thank you very much مكرم أنت حضرتك محاضر في الجامعة أمريكية ببيروت AUB My Alma Mater وكتب وباح السياسي حضرتك كتب عدة كتب بس في كتبين هلا قدامي هنا conflict on Mount Lebanon The Druze The Maronites and Collective Memory كتبتها بال2020 2020 صح بالإنجليزي وفي الكتاب بالعربي أن يزاع على جبل لبنان الذاكرة الجماعية وحرب الجبل صحيح بالعربي بالعربي قعدنا كتابته بالعربي لا ترجم لأنه الترجمة ما بتثبت لأنه في غير دايناميكس كمليتلي هذا الكتاب أنا أم برود لعدة أسباب أبوشي هذا الكتاب الأديتر طبعه كان الله يرحمه صديقي لقمان سليم وأم برود لأنه كصناعة كتاب حلو وفي صور مهدومة سكن بعتقد أنه هذا الكتاب عبى فراغ موجود بما يتعلق بحرب الجبل كحرب الجبل وموضوع التاريخ بين المورني والدروز والإقبال عليه كان كتير بوزيتف لدرجة أنه هذا الكتاب وزرليست بأيلول 2022 ثلاثين يوم ثلاثين يوم ثلاثين يوم هذا اللي موجود الآن معك شكرا والناس تتجنريتين الكثير من دبيت وهذا الشي حلو هذا الفكرة الأساسية وفي كتير فيدباك جيتني من كتير عالم منهم مثلا بيول رفيقي وصلي أنه حبه كتير بس سيت على الدروز هو درزي ونفس الوقت منت رفيقتي مارونية قلتلي بكرهك قلتلي وهذه هدفنا نحن كمؤرخين أنه نحن نفوت بهول الأساطير المؤسسة للكيان اللبناني ونعريها بطريقة نفهم شو صار وأنا مقاربتي أنه دائما في قصة ثانية there's always another point of view ونحطهم بوجه بعضنا نفهم ليه ممكن هول الطوايف الدروز والمورني أو أي طايفة أخرى توصل لمرحلة أنه تستعمل العنف لتحقق فكرتها بالسياسي وفي فكرة أساسية أنه لبنان بيرجع بيستعملوا نفس الأساس وفي شي كتير كالشام نسمعه أنه التاريخ بعيد نفسه التاريخ ما بعيد نفسه البشر هن بفكروا نفس الشي especially لما يكون في عنا روادع سياسية بتمنع العنف أنا كمان كتابي بفكرة بسيطة هو أنه سامير أصير ألا يرحمه كان عنده إنشتف بالألفان واثنين هي memory for the future نستعمل ما نسميه south african model إنه نحكي بالconflict نحكي بالحرب وهذا شي culture موجود ما نستحي منا ونحكي عنا لنفهم الجيل الجديد إنه الحرب منا مسحة ولما تحكي أنت وبليك وهذا أنا كتابي بيحكي فيه لما تحكي وبليك عن العنف بتكون عبتشيل السلاح الزكرة ليستعملوا الطوايف والأحزاب وفي كتير مبادرات مننا أمم اللي هي المؤسسة لأنشاءتها مونيكا ولقمان نفس الوقت في جمعية اسمها محاربون من أجل السلام بجيبون كتير على الصفلة عندما يحكيوا مع التلميذ إنه الحرب منا مسحة وحب ينبس تحامل برودة وبيلبس بدلة بس بالأخير في هالروماتيسايز إنه القتل ما في حدا بيقتل بيبقى طبيعي بيطغق في شي أنا بيعتقد بين الناس اللي قبلتون وأنا اعتمدت كتير على الذاكرة الشفاهية شفوية يعني عملت كتير انتروفيوز ما في حدا بيقتل بيحب العنف والقتل في شي بيتغير فيك مشاناك هيدا الابساشن إنه نحن صوراجي منحمل السلاح منغير العنف ما بيحقق شي بس بيحقق قتل وموت في كتير جير مثل ما هو بيعاني من بيتي أس دي بس إنه من عندهم قدرة يحكوا ويعبروا عن حالهم في شي كتنا بتحكي فيه إنه التاريخي شفوية ونطت جورجي بوك بايتسكوفر بس كمان يعني فيه الذاكرة الجماعية اللي كما نحكي فيها يعني بعتقد أهمية الذاكرة الجماعية هو التنقذ نفهم الصراع اللي نحنا كنا فيه بلبنان مش بس الحرب الأهلية بس الصراع بلبنان بين التواف وكمان على الصعيد الأكبر هو بيتطبق مثلا أنا دايما بقول وبنهاية كتابي بذكرت العالم إنه الصراع بين السنة والشيعة اللي هو مستجد الناس بفكروا إنه هيدا الشي موجود من آلاف سنين أنا ظلم يربيت ببيروت الغربية بالثمانين ما كان في شيء اسمه سنة وشيعة تفرق البسيط لما كنا نعظم على إفطارات كان الشيعة ينطر خمسة دقيق إزيادة لا يفطر غير هيك ما بيختلفوا كل شيء هول الشعوازات الدينية اللي نحنا هلا بيختلفوا من بعضهم هي مستجدة وفيتة على الثقافة الإسلامية بشكل عام بالإضافة لشيء أساسي لنفهم نحنا كيف المجموعات بتفكر هذا ما بيعني أنت ما فيك تفكر كشخص ولكن الطوايف ومراكز السلطة بالطوايف بيخلوك تحس حالك إذا أنت جربت تتحدى هيدا السردية الموجودة اللي هي السوبر نيراتف بتصير بكبوك فهن يبلشوا بفكرة أنه الدروز عندهم فانكشن معين والمورني عندهم فانكشن معين الطريقة اللي حطوهم بوج بعضهم صارت وحدة بلتلغي الثاني لنشرحها أكتر لنشرحها أكتر لأنه هذا لما أنت تكون درزي بتربع على فكرة أنه دروز هني حماة الثغور يعني شغلتهم وعملتهم يحموا الساحل السوري من غزوات الفرنج أو الصليبيين سو نحنا إذا دروز أنا ضايعة هي ضايعة بتطل على بيروت بتطل على البحر شغلتهم وعملتهم الدروز تكونوا لوكات لا ينزلوا إذا شايفوا مية بالمية وأنا ضايعة إذا الطقس نضيف هلا أكيد في بوليوشن بتشوف الدروز إجوا على هذه المنطقة جابهم الخليفة العباسة لا يكونوا حماة الثغور سو أنت شغلتها وعملتها كتقاتل الغرب تقاتل الفرنجة المسيحية حطين حالهم بمحل إنه المردى والمردى شغلتهم قاتلوا الإسلام وهو ليس صحيح لأن المنوارنة ليس مردى المنوارنة هم أحفاد أو موارنة من مونكس وحركة دينية ومنفس الوقت إذا تظهر على تاريخ الدروز لم يكن شغلتهم وعملتهم كان كل الوقت قاتلوا الغرب ولكن عندما تكون تضع حالك أنك شخص عندك مشكلة مع الإسلام وهي المنوارنة والدروز يقولون أننا شغلتنا ندافع عن الإسلام يعني أنت لم تكن تنوجد مع المشروع لبوجك هذه السردية لم تكن مسيطرة كل الوقت بين دروز والموارنة ولكن وقت الصراع خطوا حالهم بمحل through education لعب ودور الكنيسة لعبة دور أساس والتركيبة القبلية لدروز لعبة أساس وصلت لمرحلة نحن نحن بعد مئات السنين من بين دروز والموارنة وكان في تعايش وكان في اختلاط وتبايدهم وهذا شيء دائما واحد يجب أن يتذكروا أنه نسبة التعايش بجبل لبنان أكتر بكتير من الصراع يعني إحنا كمية الصراع بين الطواف أقل بكتير يعني نسبتها جداً من الدني ولكن بس من ركز عليهم من ركز عليهم لأنه مات فيهم أبريا سو بألف وثممائية وستين منا نفس الحرب تبعا ألف وثمائية وثنين وثنين مشكلتي أنا لما واحد وهذا شيء دائما بقول لهم لتلميزي أنه فيها شوية من السخافة نعتبر حالنا أننا ما تغيرنا أكروس بمعنى أنا مان يضد فكرة الفينقيين أننا دفنت لي فيه لاجسي فينيقية بهالمنطقة لأن الفينقيين كانوا هون بس أنت ما فيك تكون ترجع ألاف سنين لورا وتكون أنت فينيئي هاديك المرة أنا دفعت مسارع هذي 23 ومي طلعت مئة بالمئة درزي من جبل لبنان لأنه أعلم بس أنه أنا أكيد أنا لا أصدق من الفينقيين لماذا؟ لأنه أكروس بيتعرف الواحد بيتجوز بيطلع بينزل والأخير الشعوب بتتحرك نحن نحط حالنا بهذا الإطار بهذا البوكس الأزاز هو إطار عنصري مش بس عنصري وسخيف بمعنى أنه أنت مدير ما تكون منفتح ومتعاطى مع ناس ورايح وجاية أنه كمان المشكلة بالسردية المارونية السياسية ما يتعلق بلبنان الملجأ أنه شو هالملجأ اللي ما بيقبل اللاجئين أنه أنت ملجأ من شو؟ بيقولوا أنه الملجأ لأنه إجوا من سوريا إجوا من سوريا بس ما نرجع نحن نفكي كالسردية اللي أنا بيحكي فيها ليش المسيحية هربوا من سوريا وإجوا عجبل لبنان هربوا من الإسلام لا كان فيه حرب قائمة بينهم بين الإعاقبة جوات الكنيسة المارونية واعتبروا أنه تحالفهم مع دروز بقويهم لأنه كان فيه حاجة من الدروز ليتعاونوا اقتصاديا معهم وثم كان فيه شيء ما نحكي فيه أنه الشيعة كانوا موجودين بجبل لبنان والعثمانيين كانوا ما بدون يبقوا الشيعة لأنه كانوا وقتا الشيعة يتصلوا بالامبراطورية الصفوية وضعوا محلهم المارني هذا شيء ما نحكي عنه بشكل مارني أكلوا الشيعة الفكرة أنا دائما فهمهم أنه تاريخ لبنان هو عبارة عن كتاب كل طايفة إلى تشابتر ما بيهم مين بيبلش مهم نضلنا كلنا مع بعضنا يعني إذا أنت إذا أنت تنضغل منك جزء من الحفلة تانيا والأهم ما لازم نقبل وهذا الشيء الأساسي ما لازم نقبل أن الزاكرة تتسلح تتحول السلاح للقتل بالعكس الزاكرة لازم تكون مصدر تنوع وتعددية وهذا شيء يرجع لشيء اللي هو معلم الله يرحم كمال صليبي اللي هو بيت بمنازل كثيرة اللي هو مأخود من البايبل فكرة بيت بمنازل كثيرة أن هذا المنزل اللبناني يساعد كل واحد بيبيته كل واحد بيقوته فوق تخته بحط الصورة اللي بده إياها إذا واحد بحب جيمز بحط 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 بس لما نقعد بالليفين روم لازم نحترم بعضنا ونحافظ على البيت اللبناني لأنه هذا البيت مثل ما هلأ ما بنعاش فيه صار لعنة وفكرة لازم نوحد كتاب التاريخ نحن ما بهم شو منعلم مهم كيف منعلم إذا أنت بتطرح فكرتك بسلوب إنه هايدي السردية فيها تكون موجودة مع السردية الأخرى هايدي اللي بخلينا متنوعين تخيل كلنا هلأ نكون موجودين هون كلنا لابسين نفس التياب نفس منقص شعر نفس مثل الكوريا الشمالية أو النظام الإيراني يعني صح نرجع شوي لورا لنفهم شوي أكتر فينا نفوت بالتفاصيل عن من الدروز ومن الموارنة وكيف بلشوا لأنه وعلاقاتهم بين بعضهم هل تقول إنه ما كان في كل الوقت سرع إذا نرجع بتاريخ الدروز الدروز إجوا على هذه المنطقة بالقرن التاسع عشر بناء لأوامر من الخليفة العباسي لا يعملوا الشيء اللي حكينا فيه اللي هو قبائل عربية جبوهن من الجزيرة العربية بالمقابل الموارنة وهذا شي يمكن في جزء من الموارنة ما بيحبوه هن قبائل عربية والبيضحك بالموضوع إنه موضوع لما واحد يجي يقولك أنا فنيئي عالي بيقول لا يقول أنا مني عربي الفنيئيين من الجزيرة العربية وبعتقد كان معكم صديقنا الفنيقيين يسمون آكلين التمر date eaters هكي يسمونه اليونان إذا أنت بتاكل بلح وتاكل تمر يعني أنت عربي جاي من الجزيرة العربية والفينيكس بيرد اللي نحنا بنحكي فيه كتير واللي هو خرب لنا البلد ونحرقه بإخلاء بيسموه العرب طائر البلح الموارنة هن ينتموا لكنيسة من الرهبان اللي كانت موجودة بالشمال وبسوريا صارت جزء من هذا التكوين ونقلوا عجبل لبنان الجنوبي حوالي القرن السادس عشر والسبع عشر بناءا لدعوة من فخر الدين لأنه كمان فعنا شيء ما نحكي عنه نسميه التمرد الطويل الدروز دائما بيقولوا عن حالهم انه هن لإسلام والخليفة بس من وقت ما اجوا العثمانيين بالخمساش ستعاش على هذه المنطقة فور أوفر السنشيري عند هاف الدروز عملوا تمرد طويل حملوا سلاح واقاتلوا العثمانيين والعثمانيين ما كان شغلتهم يقمعوا دروز لأنه دينهم كان مختلف هذه المنطقة بطبيعتها كان فيها كتير حركات اسلامية منسميها هترو دوكس يعني غير سنية لما نقول هترو دوكس ما نعمل عليها جودزمين نصفة كان فيه كتير من القبائل المسميون القرامطة والإسلام وهذا نذكر فيه لما اجي الداعش بتقلنا انه الإسلام هو إسلام واحد الإسلام هو الموارني من وراء التمرد الطويل اللي هو عبارة عن قرن ونصف من العصيان والثورة قدت لتضاؤل بأعدد الدروز الدروز ما كانوا ماينورتي عددية بس خلال هالحروب خصلوا كتير من الناس تبعولهم نحن بطبيعة الحال انت مجتمع زراعي بحاجة لناس يشتغلوا معك تتجنريد أرض عزمه المسيحية الموارني بالتحديد وفخر الدين كان فيجنري بمعنى انه بدوا يعمل حركة اقتصادية لذلك لم يددهم في لتوم لماذا الموارني بالتحديد كان في كان في بروكسيميتي ولا بس سيئبت لأن الموارني كانوا مراتحين بمناطقهم لأنه كان في صراع معي موجود بالكنيسة المارونية وحكينا عنه كثير إذا تفوت عليها تعرف أصل الملاكي كانوا مختلفين على طبيعة المسيح طبيعة الحال الدروز لم يخافوا من المسيحية لأن المسيحية لم يكنوا تستطيع التحديد في الدرزي يخلق درزي وليس يتحدث درزي ودروز بطبيعاتهم القبلية لم يغيروا دينهم لذلك لكي تتحدث عن فخر الدين وفخر الدين كان ماروني أولا والأهم فخر الدين لم يكن مؤسس لبنان الحديث هذا لا يعني أنه لا يتفق عليه ونخلق هذه الأسطورة عليه فخر الدين كان ملتزم عثماني كان عنده ألوطف أمبيشنز ولدرجة معينة تعطى مع إيطاليا تسكني والجانوة لأنه كانوا بالنسبة له مصدر مساري بس هو ما كان هالأد يعني تفكر بالكيين اللبناني لأننا كمان ما مننتبه وأنا دائما بقول له فكرة القومية ما خلقت قبل الثورة صناعية يعني إذا هلأ نحن عنا نرجع بالزمن ما أعرف 6-7 قرون عن جدودة تقول له أنت لبناني بقلك لا بقسمي لك اسم الضيعة ما كان في مثل ما هو مكان في إيطاليا مثل ما هو ما كان في فكرة الأوطان كان فكرة الإمبراطورية والإمبراطورية العثمانية مش لما أنت تسمع الإمارة بتقول لك الاحتلال العثماني جدودنا كانوا مواطنين عثمانيين بيتمتعوا بحقوق وحب أذكركم أنه من نفس الوقت العثمانيين كانوا حاكمين هون ما كانوا عبقى قتلوا بعضهم الأوروبيين على بروتسان والكاتوليين وكانوا عبقى يحرقوا الناس ويتهمهم بالسحرة النظام العثماني والنظام المسلم يعزوا كان كتير متطور وكان في الكثير من ننسى أنه لبنان ليس مواطنين بالإمبراطورية العثمانية لأنك عندك كل البلقان هو مسيحية والإمبراطورية العثمانية ليس مزبوط توسدوم توفال بس مثل كل الإمبراطوريات تخرج وتنزل لبنان كان جزء من الإمبراطورية العثمانية مثل ما كان قبل جزء من السلطن المملكي والدروز وكان في شغلة ما بينتبهول العالم عادة لما تسمع كلمة زوء مكيل وزوء مصبح شو يعني كلمة زوء زوء يعني مستوطنة تركمينية كان في تركمين بهذه المناطق هلأ لما تسمع بمشاكل عبسير بشبال بين الشيعة والمورني لأن الشيعة كانوا موجودين بهذه المنطقة التاريخية هذا ما بيعني لازم نحن نكون عندنا مثل السهيونية أنه هيد الأرض هي لجدودة وديكبك منها نحن هلأ منحكم القانون نستعمل التاريخ لنلغي الآخر أنا هلأ بهذا الوقت ما بخلي التاريخ يكون أهم من الدستور والقانون اللبناني وأنا إذا ما بيشبهك مش يعني ما في يعيش معك بس أنا كيف بعيش معك بعيش معك تحت سقف القانون ما بيستعمل وبقرى التاريخ مثل مبدي لبرر جرائم هذا شيء أساسي هلأ بيسموه دافيشي سندروم تعاملون مع النازيين المتشوريتي تبع البلد هي قدرتوا على التعامل مع الماضي ولكن أهم ما نحن نتفق على الماضي لازم نتفق على المستقبل أنا ما بهمني من وين جيت بهمني لوين رايحين يعني إذا نحن ما اتفقنا نأكل من نفس الصحن ما ممكن نعيش ونحن مثل ما بيقوله ويشوت نفوت يعني كل شيء واحد بيعمل وهلأ هذه التجربة يعملها حزب الله ما عملوها طايف طوال مورني ودروز عملوها بحرب الجبط زيت التمبليت يعني زيت الأسالي زيت التمبليت فكرة أنه نحن بالقوة من حل كل شيء ما بتزبط أنا بحب زكير ما حدا كان أقوى من حزب الشيوع اللبناني والاتحاد السوفيتي آخر شيء اتجهوا كل القيادات الشيوعية وصلت لمرحلة أنه العنف منه حل بشير جميل عمل اللوات اللبنانية ولكن عندما انتخب رئيس انتخب رئيس عبر البرلمة قرر وقالوا له الناس الحوالي عندك 2 options وانا كتبت عنها يا بتروح على ظهر الدبابة يا بتروح عبر البرلمة وبلش علموه كيف يكون بوليتشن هلا هو هو ها هو ها هو ها هو كيف يكون بوليتشن الفكرة الأساسية نحتاج كيف نعيش مع بعضنا وانا دفع ضريبة باخد بمقابلة خدمات وبحاسب الطبقة السياسية اللبنانية الطبقة السياسية اللبنانية للأسف غير الطبقة السياسية وامراء الحرب اللي يكتب عنهم لأنه للأسف بعتبر صار فيه ميوتاشن معين هذا النظام اللي نحنا بنحكي فيه اللي وصلنا لهو مش من وراء الطائفية صار في شي يلي هو ها هو ها هو ها هو الطبقة السياسية رفضت تعمل إصلاحات معينة ورفضت تعترف انه الدنيا تتغير منشان هيك شخص مسخ او وحش مثل حزب الله قدر يتمكن من الطبقة السياسية اللبنانية ويحميهم لأنه نحنا لما نزلنا بـ 17-20 كنا طالب تغير النظام اللي منعنا نعمل ها الاساس هو حزب الله لأنه ياخد شرعيته من فساد ويشارك بالفساد ونفس الوقت سلاحه هو سلاح تنتمي لهذه المدرسة ما للم تستعملها كسلاح لتلغي الآخر غير هيك ما منقدر نعيش سواء طب إذا نرجع شوي على 1860 أنت قلت أنه كان في اختلاط من قبل بين الموارنة وبين الدروز بال1861 صار في مؤتمر ما هيك صار في سبونسورشيب نعم صار في الـ 5 سوبر باورز يعني كل دولة أخذت هني كانوا دي الشيء الأساسي ما ننتبه له أنه دائما الحروب الأهلية عندها element international يعني تأخذ الحرب الأهلية الإسبانية حتى الثورة الفرنسية في عندك elements international ولكن عندك يبل لبنان وهذا كان موجود نحنا كان في عنا مثل ما بقوله حزبان موجودين اللي هو القيسية واليمني القيسية يعني إذا قبيلتك بتجي من شمال الجزيرة العربية إنت قيسية وإذا أنت يمني بتكون من جنوب الجزيرة العربية هول الفاكشنز كان فيهم دروز ومسيحية يعني كانوا مختلطين يعني فيك أنت تكون مسيحية ما خص الطائفة ما خص الطائفة ولكن زعماء الصراع كانوا دروز كانوا دروز بـ 1711 صار في معركة كتير مشهورة اسمها معركة عيندارة انتصروا فيها القيسيين ربحوا بحسب القانون العرف القبلي إذا أنت بتخسر تضب غرادك وتفل من هون جبل دروز بسوريا أصلا لبناني مثل ما دروز فلسطين أصلا من لبنان لما فلوا من هون صار في عنا صراع ثاني موجود بجبل لبنان اللي هو الصراع اليسبك الجملاتي وهي نوع من الحزبية كانت كمان أنا في شي ما بينتبهله في مرات بيبعطولنا أشياء هيك من كتب إنه هيدا المشنري فسك الأمريكاني عابيتمسخر على اللبنانيين وهم بقتلوا بعضهم بـ 1860 بحب أذكركم بـ 1860 كان في الحرب الأهلية الأمريكية كان عابقتلوا بعض بالقرن التاسع عشر العنف كان كان يعني إذا أنت ما لقيت مجال تحكي مع حدا من تقتله بس نحنا ما بدنا نستنسخ ما كان في سيادة فكرة أول شي إنه العثمانيين كمان بفترة معينة وهذا شي إنه بشير بشير الشاب أمير بشير بنحكي عنه لأن الدروز ما بيحبوه بنحب نذكر إنه هو كان يقتل كل حدا نضده إن كان مسيحي أو إن كان مروني أو إن كان درزي لأنه هو وصل على السلطة بمساعدة الشيخ بشير جملاط وصم صار في احتلال مصري محمد علي باشا احتل هيدا الجزء من العالم احتل سوريا وأدى لنوع من احتئان بين الدروز والمورني الطائفية ما كانت كان فيه نوع من الحزبية مراهنته لبشير على على الإيجيبشن خسرت لما خسر هذا خسر هو أسست للحرب طب 1841 وخمسة واربعين وصم 1860 هلا الفكرة ليش نحنا متصار فيه أساس ليش نحنا من 1860 لـ 1918 مصر في دربة كف لو نظام المتصارفية خلق نوع من الديمقراطية صارت أنت عندك مجلس متصارفية من 12 عضو هو الأعضاء يتم انتخابهم من القاعدة بمعنى أنت بتنتخب ناس مخطير بالضيع ثم بينققوا ناس أكبر منهم بالمحافظة ثم بينتخبوا على مجلس المحافظة صار فيه تقسيم كانوا المسيحيين بوقتة 60% المورني 60% من المتصارفية حدا أي سنة؟ 1860 حسنا حسنا هي صارت 1800 اللي بسموها الـ Regulment Organic اللي هي المعاهدة اللي عملوها العثمانيين مع الدول العظمى اللي أسسوا فكرة المتصارفية بس سؤال يعني الفرنسي كان عندهم المورني يعني كانوا عم بعملوا sponsorship للمورني عم لحكي عن الدول الانجليز كان عندهم الدروز الروز كان عندهم orthodox الكواتلي كان عندهم الـ Austro-Hungarian Empire صحيح كل شيء يعني كان عنده فريق بالأخير كانوا هي فكرة بيسموها Sick Man Sick Man of Europe كانوا بدون يقتلوا العثمانيين لأنه الروس كان بدون مناطق البلقان من شنال هكذا اللي صار انه لو ربحوا العثمانيين ما كان لبنان كان بقى محافظة عثمانية هلأ الفكرة هون اللي نحكي فيها انه ليش نحنا عقود من الاستقرار لأنه الـ Power sharing formula كان موجود كان ينفس الاحتئان كل الناس دروز والموارنة والشيعة والسنة اللي كانوا اقل بس موجودين حسوا حالا انهم ممثلين وفي مناطق مختلطة هذا الشي لبعض الأحزاب المسيحية والتحديد جبران باسيل ما بيفهمها أنه جبل لبنان مختلط ما في حدا ما في منطقة pure مسيحية ما في منطقة pure درزية هيدا الـ experience كان كتير غني نحنا فور أوفر فور دكايد من 1861 إلى 1818 كان نظام ستابل لأنه نظام السياسي كان ستابل هلا ما كان بيرفكت بمعنى أنه كان في كوروبشن وكان في مشاكل ولكن بنفس الوقت لن نحنا جعنا في 1915 لأنه اللبنانيين دي دنات بردكت أنه هاليكونوميك موضل طبعا القائم على الحرير ما بيأمن لك أكد بعدنا لن نحنا 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 مقساة تانية والأهم مش العثمانيين اللي جوعونا اللي جوعنا هو حصار بحري للساحل السوري من قبل الحلفاء ومن نفس الوقت كان في حرب اللبناني جوع اللبناني سكن ما كان في عندك أنت ليش مثلا جبل لبنان ما عانى قد بيروت مثلا والدروز مثلا ما عانوا قد المورنة لأنه كان عندهم أوتانومي زراعية وكان عندهم اتصال بحوران اللي هني في دروز وكان يبعطون فكرة الأساسية أنه كل هذه اللي نحن متعلمه لما تحتر سفر برلك طبعا الرحابني أنه الاحتلال العثماني ما اللبنانية والعرب قاتلوا مع العثمانيين بالحرب لأنه هني جزء أنا جدودة كانوا عايشين ببيروت كانوا مواطنين عثمانيين مثل ما جدودك مواطنين عثمانيين هذه تفكرة أنه هلا مش غلط عادة اللي بيصير أنه بيصير فيه هذا الشعور القومي ولكن لا يجب أن يكون إلغائي يجب أن يكون تحسس العالم أنه هذا البيت مفتوح للكل مثل ما نحن عملنا فيه مواطنين درجة أولى ومواطنين درجة ثانية بمعنى في 1920 جرون ليبون عملت للمسيحيين لكي الإسلام حسوا حالهم أنه لمنهم معنية لكي أخذتهم كثير وقت لقبلوا يلعبوا لعبة لبنان وأنا أحب أن أذكر تلميذة أنه لحد ما الطائف تم تعديله ما كان في إكواليتي بين الإسلام والمسيحي يعني أنت كان عندك اكتر إذا كنت ماروني عن الغير أنت كان ماروني السياسي وحتى الدستور اللبناني يعني أنت كان 6-5 هلأ صار نحن نحن قدام الدستور وهذا شيء من بعد طائف منه مسحة منه مسحة هذا شيء كتير منيح تانيا والأهم دور لبنان بالمنطقة تغير يعني نحن عزنا هذه الجولدن أجل نحكي فيه لأنه نحن كنا عدة اقتصاد لعنا اقتصاد المصري الناس الهربوا من عبد الناصر حطوا مسرياتهم هون الناس الهربوا من العراق حطوا مسرياتهم هون الفلسطينيين يلي ما كان عندهم بلد يرجعوا له وحطوا مسرياتهم والنخب الفلسطينيين الاقتصاد نحن أسأنا لحالنا لما فلسنا بنك انترا لما صرنا نتعامل مع العرب انه هن بس بنك انه نحنا بس بياخد منهم مصاري لبنان أهميته انه كان هب اللي أسسه للبنان اللي كتب الدستور اللي هو مشيل شيحة he was a banker كان كتير بمعنى انه اي شخص بيحب يكون لبناني أهلا و سهلا فيه بس نحنا we are neutral لم ناخد position من شي سويسرا شرق لانه اذا انت اذا انت بدك اتعادة نص المنطقة they will not bank with you ليش نحنا ما نحط حالنا بهيك position هلا كمان وهيدا الاهمية لبنان حاليا نجب نقعد نقعد مع حالنا و نقول شو دورنا بالمنطقة لانه هيدا قصة نحنا من بياخ خدمات للمنطقة دباي والامارات أخدتهم مننا ما بيعني ما فينا نرجع نسترجع ولكن مننا نرجع نفكر بيننا وبين نفسنا شو دوروا لبنان ثانيا ما بدنا نكون فلاحين بالمعنى السلبي ما بدنا نحرد واحد لما يحرد ويسكر راسه انه ما بد بقاء يلعب يخي ما فيك هيدا السيستام اقتصادي وسياسي ما فيك وقت لبداك انت اذا كانت الطابع انت بتملكت لما تخسر تخده وتروح البيت ما نكفل ما تش بشانه الانتخابات ما ممكن نحن كل ست سنين نفشل بانتخاب رئيس جمهورية حب ذاكرك بالحرب الاهلية اللبنانية انتخبنا لياس ساركيس مظبوط وانتخبنا بشير جميل وانتخبنا امين جميل ويا ريت انتخبنا حدا ما كان اجعل مشال عون رئيس حكومة اي يا ريت بدنا نرجع على الطبيعة ما فينا نكون بلد طبيعي اذا ما منحترم الدستور والانون واللبنانية شوي بيعتبروا حالهم مميزين ما في حدا مميز ليه انك بيعتبروا حالهم مميزين اول شي خاصة اي تنك بالمدتراني اول شي انه هنه محظيين وانه هنه معلمين بس انه انت من هون لعشر سنين رح يروحوا كل جامعاتك اصدل الوضع هيك يمكننا تكمبيت مع حدا هلا بحقلهم هنه يكونوا مميزين اذا اداءه متميز نحنا كنا مميزين لانه اداءنا كان متميز بالخمسينات وبالستينات ولكن صلنا صلنا لعني على حالنا صح كنت عم تحكيني انه كان في شوية صعوية بطبعا الكتاب لانه ما بقى فيها لقد اداء اداء توزمتل من زمان وقلنا انه من قبل اي اكيد شو مصر كانت تكتب اللبناء كانت تطبع والعراق كانت تقرأ هلا كل الناس اللي بيشتغلوا بهذا القطاع راحوا يلاقوا شغل برا صح وبشكل عام الكورونا والكوفيد عمل ستريني انا حتى كتابي بالأدنبرو ينورسي برس مدين ما يكون في ادتر واحد عليه كان عم يشتغل على ست سبع كتب ما بعضا صح العالم كله تغير صح نحنا لازم كمان نتأقلم معه صح تانيا والاهم شو الكلام تبعنا الكلام تبعنا انه نحنا ناس نوالج اذا انت بس بتصدر كوبتاجون بتزرع بقدونس مثل ما بده وحسن نسر الله بتعيش بتعيش بهيدا الاطار بالطبولة طبولة كوبتاجون بتتعرفوا من يومين وهيدا يمكن ايهاني طلع انه في خبير لبناني بيعمل كوبتاجون هيدا متميز بصناعة الكوبتاجون لانه قال في حبي بيضة وحبي ليك وين صرنا كان عنا شارل ماليك صرنا هلا عنا صناعة الكوبتاجون شمعون طب ازا فينا ازا فينا نرجع لورا شوي وباكي نركز على هول الفئتين من المجتمع الدروز والمسيحي ازا فينا نحكي شوية اكتر عن طقوس موارني اه سري دروز اللي بيسألوني ليش نقيتهم انا بطبيعة انا مؤرخ لبناني بتعاطى بالتاريخ اللبناني ليش نقيتهم هول اتنان لان اول شي بدك بدك تنقق شي ما فيك تكتب كتاب بشكل عام بالاكاديميا بدك نقق you have to narrow down your search انا اعتبرت انه هيدا شي منه مكتوب انت ما فيك تكتب كتاب مكتوب عن الموضوع سيها بتاخد انجل جديدة هيدا الموضوع فكرة الزاكرة الجماعية كيف الناس بتتذكر كيف الناس بتنظر للاخر وبكتابي في كتير حالات بتبرهن انه التاريخ المكتوب can be forged يعني انت بالاخير اذا انت بتربح بتكتب البدك الطريقة الوحيدة لتتحدى هيدا السردية هو بتحكي مع العالم والعالم مع الوقت بتندج وبتتغير وانا لقلك للأمانة كنت قاعد مع كمان صليبي لما وليد جملات بيبعت وفد اشتراكي عن سريدة جعجع على يسوع الملك كان وقته سمير جعجع بعده بالحبس اوف عم ايا ثانية 2005 بعد قتلت الحريري كان بعده سمير جعجع ما ظهر مضبوط بشوف اكرم شايب فيت معه وفد اشتراكي وستريدة جعجع مع الوفد القواتي بلاقي شخص عم بيسلي مع شخص انا بعرفهم انه بحرب الجبل كانوا موجودين بوج بعضهم على الجبهة جبهة عيني عنوبي اللي هي ضيعة امي لمعت قدامي هكا الفكرة قلت له معلمي شو رأيك اكتب عن حرب الجبل هلأ وقته لان دروزوا الموردة بعد ما فلوا السوريين بطلوا خايفين صار فيهم يحكوا قال لي والله فكرة منيحة جوفرت 2005 هيدا الكتاب 2020 في 2016 وانتشت صناعة الكتيبة بتاخد وقت 15 زنة بتاخد شغل شغل على الارض انت بتتغير ناس بتتغير بتتعرف عن ناس جديد تاني انا كنت طالع من 2005 من صورة الارض وكنا مقتنعين انو نحنا فينا نغير وبعدنا انا مقتنع فينا نغير سو لازم نحكي مع بعض سو بلشت من دروز بالمورنة ولكن برجع بذكرك هيدا بيتطبق عكل الطوايف باللبنان على السنة والشيعة على السنة والعلوية بترابلوس على شيعة الجنوب وشيعة البقاع وكل واحد منا ابن بيقته ابن تجربته ونصل لمرحلة انو ويلوز كونكشن مع غيرنا وهو ان المشكل نحكي مع بعض فيك تحكينا شوي عن التقوس التقوس الدروز والتقوس المورنة كيف يفكروا كيف المجتمع الدرزي هو مجتمع قبلي عشائري هم لا يستعملها بالنسبة لعدي لانو انا القبلي بنتمي لعدة قبال بنتمي لدروز بنتمي لأيوبي بنتمي لجورجتان قبيلة ايوبي وهي ايه 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 يعني ممكن انت مع منشيسري اونايتد اذا دروز بطبيعتهم هني قبليين وهني متعلقين بالأرض كتير فكرتهم اشياء الدينية عندهم تعرف الدين عند الدرزي عوايد اجتماعية اكتر من هي تقوص دينية اوكي يعني انت مدرور يكون براكسينج درزي ولكن فكرة الزود عن الاخوان وصدق اللي ثانية انت تدافع عن الدروز مشان هيك تعرف دروز بقولوا الدروز بيدبوا على بعضهم بجوزوا بين بعضهم صحيح هذه خاصة كمان بفكرة التقمس عند الدروز مثلا كتير مهدومة مانا بس دينية هي اجتماعية ابن خلدون لما يحكي عن العصبية بيحكي انه اقوى عصبية هي عصبية الدم يعني اذا انت يو ريليتد باي بلاد هاقوى وحدة تخيل دروز عصبية الدم عندهم مشان هيك انت يمكن تكون زلمة توصل لمرحة تكون درزي ملحد ولكن بتقمس لانه هيك انت بتربى هلا الفكرة الاساسية انه الموارد اللي هنا ربيوا حد دروز بيشبهون كتير من اي ناحية اجتماعيا ما فيك اتميز الماروني عن الدرزي الا لما يروح نهار الاحد على الكنيسة بس نفس الوقت خلال السنين مراكز القوة بيحكوا بالقاف بيحكوا بالقاف وعندهم عوايد ومحافظين على فكرة يعني موارد الجبل محافظين مثلهم مثل مثل الفكرة كمان هوم انا نحكي فيها انه المواردنية اللي هني عملوا خدمة كتير كبيرة للبنان الرهبنة المارونية مش الكنيسة الرهبنة المونيستيك أوردرز بالمجمع اللبناني بالقرن السبع عشر صار كل راهب شغلته يعلم وهون نشأ نظام التعليم اللبناني اللي هو متميز وبلشوا كل المسيحية يتعلموا ودروا صار يتعلموا صار يتعلموا صار يتعلموا وهون صارت قوتهم صار يحكوا مع الغرب وإجوا المشنريز ما بيحكي أنا عن الياسعيين والفرانسيسكا بيحكي عن الرهبنة المارونية اللي هن عندهم مدالس كتير ممتازة سو مساهمة المورني للبنان هو النظام التعليمي بالنسبة إلي مش النظام السياسي وخلال السنين وبعدين المعنيين لما انقرضوا انتقلنا للشهبيين الشهبيين ما كانوا جزء من جبل لبنان كانوا جزء من ويد التيم رشاية وحصبية تم دعوتهم من الدروز ليجوا ياخدوا محل المعنيين وثم بفترة من الفترات حدا منهم قلب على المارونية يعني بشير بشير أمير بشير خلق ماروني سنة أصلا سنة أصلا سنة وهلأ بعد العائلة الشابية هن أصحابنا فعندك جزء بيكون مسيحي وجزء بيكون سنة وللأماني كلهم بيسموا أسامي عربية لأنهم بيرجعوا للجزيرة العربية مثل بيت قبل لمع تطلع اسمه محمد ومحمود وحسان وهذا الفكرة أنه هنه أمرا 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 هل ما تنسى نظام الإخطاع اللي كان موجود عندك مقدمين وعندك مشايخ هو كان نظام نسميه يعني أنت زنم تضمن هيدا الأرض تدفع للعثمانيين بالمقابل بيعطوك شوية حرية وهذا شيء منه مميز لأن العثمانيين ما كان هدفهم لتو ميكرو مانيج هنه بآخر السنة بدك تعطيهم مليون دولار بعين واحد شخص يجيبه عادة بتنعين واحد من المنطق لأنه إذا أنت مثلا عينت واحد ماروني على الدروز ما بيتفعله بدك واحد عنده شوية معه المجتمع الدرزية والمسيحية ربيوا حط بعضهم وكانوا يشتغلوا عن بعضهم بمعنى عندك بيكون عندك فيود اللورد مسيحي عنده فلاحين الدروز والعكس بس الدروز كانوا أشتر بإدارة الإخطاع لأنه كان عندهم تجربة أطول يعني هني كانوا مبلشين من قبل المسيحية فاتوا مأخرين على دروز كانوا أول شي بجبال كانوا أول شي وكانوا هني بديروا الإخطاع لأنه كان كله دروز بعدين أجوا المسيحية وصارت التجربة المارونية الدرزية ودروز وصلوا لمرحلة صار عدادهم قليلة صاروا بحاجة لغيرهم وهيدي فكرة لازم واحد ينتبه لها في مرات من بعض دروز أنه المسيحية فلاحين ما كلنا فلاحين لأنه نابلهم لتلميذي 1711 إذا بدك تاكل أكل ما تطلب من تطلب من تطلب من تزرع على الأرض كلنا كنا فلاحين والنظام الزراعي كان بيقتضي يكون في عندك ولمسيحية والدروز والشيعة والسنة وأي حدا بيقرر هلا يفوت على هذا الكيان اللبناني هو لبناني لأنه أنت بتقرر تصير شي ما فيك يا بتخلق هون أو لا لا معنى بالأخير كلنا بنجي من محل وما فينا نحنا نأسس لسردية مثالوجي كثير هكي بدنا نكون في شي بنهضم وأهم شي إذا بدنا نحكي بتاريخنا شي ونحكي بمستقبلنا شي تاني مشان هيك دائما لازم نتفق نعيش سوا ونلاقي فورمولا نعيش سوا وتفهم تاريخنا ونفكك السرديات طبع البلد أساس ده نقدر نعيش سوا نوصل لمتشورتي معينة خلينا نفهمهم ونفهم أولادنا عم كنت عم تحكي بدنا نرجع موضوع حرب الجبل باتار 82 وعم بتقول قبل كنت أنه كانوا متفقين وكانوا عايشين مع بعضهم صار في مشكلة بـ 1860 طيب شو وصل هلأ 1982 كنا نصدين الحرب شو صار الشي اللي كسر في شي صار هو بالـ 1958 ونفهم دروز بيسموها ثورة 58 هذا الشي اللي كان الناس ما بتنتبهه كمال جملات كان جزء من التركيبة المسمية المرونية السياسية كمية شامعون قالوا بالأخير أنت درزي لا تلعب معنا أنت يوريس ساكن كلاس هو أخذ قرار وقته أنه هذا النظام يجب أن يدمر أنه هذا النظام عنصري ما بيخلينا صار في مشكل بسيط بالـ 58 ما طوال كتير 6-7-شهر ونحلت طبقة القديمة ما كانوا they didn't go all the way بشير ووليد جملات وهذا الطبقة اللي هي مسميها أنا جيل 58 كانوا مستعدين يروحوا على الآخر لأنه هذا الجيل ما بيأمن بالمساق الوطني يلي هو المساق اللي خلى لبنان بقى 943 يظهر من الاحتلال أو الانتداب الفرنسي مثلا بيار جميل الجد أو حزب الكتاية كان حزب ميثاقي بأمن بالمساقية بشير جميل كان زلمي بيعتقد هذا النظام هو لعنى على ابنان وفيه وجهة نظر بردوان كان بيعتبر أنه يجب أن يكون فيه نظام قوي ويجب أن يدخل هو بيقول أنه يجب أن يدخل لذلك أنا بعمل شغلة كثير حلوة مع تلميزي بسميها counterfactual history what if حلوة بشير جميل ما نقتل بالتنين واتماني شو كان صار كماما نكون شويري لسك هذا النظام اللبناني اللي له عقود كان ما عبي يمشي ما هيجي شخص مثل بشير جميل بعمره بالريسورسز عنده بست سنين يقدر يغيره كماما نكون نحنا شويري وقعيين هذا ما بيعني إنه هو لو بقي ما كان صار شي تاني ولكن من نفس الوقت دائما نحنا ندرس لبنان بالكونتكست الموجود يعني كان عبي تغير نحنا كمان غلطنا غلطة بحق نفسنا بما يسمى باتفاق القاهرة نحنا بالتسعة وستين تنزلنا عن سيادتنا للمنظمة التحرير الفلسطينية لما كنا منعتبر إنه بحياتهم ما حيشكلوا علينا خطر which is true بس بعد أيلول الأسود وطرد المنظمة التحرير الفلسطينية من الأردن صارت المنظمة التحرير مشكلة لبنانية واللبنانيين هيدا شغلة كتير أساسية الحرب بلبنان مش سببها الفلسطينية هن يسرعوها من ساميه الفلسطينيين داتونايتر يعني الصاعق اللي يفجر الأمبلي ولكن الأمبلي هي إنه هذا النظام سياسي ما كان عبي يقبل يعمل أبغريد ليحسس الأطراف مش بس المسيحية وإذا أنت كنت شخص ما تنتمي للمدينة إذا أنت جاي من بنت جبال أو أنت جاي من عكار أو جاي من البقاع ما أنك يعني الطبقة السياسية المحزية المسمية الكونسورتيوم اللي كان حاكم لبنان من قد الطوائر كان من شانهاك الناس دمرت وسط بيروت بالحرب الأهلية بالنسبة لهم هيدا القتلات اللي كانوا بالداونتاون هي قتلات للأغنية ويتمثل هيدا المخبير مشانهاك الماركسية والقومية كانت كتير بوبلر لأن العالم بده تغير بده الثورة تانية منحب نذكر أنه لبنان وانت ثروه مثل كل العالم بمي EUـ عام 1968 حركة الطلابية العالمية والناس صارت أأمن بما يسمى نيو ليفت يعني صاروا الماركسيين كتير مدرك صارت بدنون جيفارا صارت بدنون ماو صارت بدنون تروتسكي واللبنانية قطعوا فيها أنا كتاب الأول اللي هو عن حركة طلابية يحكي عن الترانسفورميشن طبعاً بالسبعينات والناس اللي حملة السلاح بالحرب الأهلية ما كانوا فقرة كانوا ناس من أهم جامعات ومن أهم عيل لأنه آمنوا أنه التغيير لا يأتي إلى عبر البندقية وهذه كانت المشكل و 82 82 82 اللي صار هو أنه ب78 إجاة حكومة الليكود بإسرائيل بعد ما صارت كامب ديفيد قرروا أنه الطريقة الوحيدة لنختص موظمة التحرير هو نعمل غزو. إجا شارون يلي هو زلمي كان مجرم قرر أنه نعمل غزو. بشير جميل قال أنه نحن رح نساعدكم علما أنه وصلنا مرحلة تراجع على وراء. لأنه بالأخير ما حيحمل سلاح على اللبنانية مع الإسرائيل وأنا قلت هذه المرة ويزعله مني بشير جميل ما وصل على ظهر الدبابة الإسرائيلية. وصل بيظل الدبابة. الدبابة كانت موجودة هو مظبوط دفعوا مصاري وضغطوا على عالم ولكن في كتير عالم كانوا بودوا يخلصوا من مظم التحرير. ما فيهم؟ صار فيه رشاوة صار فيه رشاوة كتير. من قبل الإسرائيلية؟ لا من قبل الوقات اللبنانية. كان فيه ما بتنسى الأحزاب معه كتير مصاري حتى في عالم كتير. مين رشو؟ رشو بعض الأشخاص اللي كانوا مترددين بالمجلس؟ بالمجلس اللي جابوا أصوات. اتوازع كتير بشير جميل ما طلع بتلتان المجلس. ما حدا كان يطلع بتاريخ لبنان بتلتان المجلس. إلا وقت الاحتلال السوري. لأنه ليش بدي يطلع رئيس الجمهورية وقته كان 99 نائب قبل الطائف. بشير على فكرة كان فيه كتير عالم إسلام بالدنيا بس كانوا مسيحيين. مسيحيين لأنه مسيحي يعني. مش بساك لأنه كان عندك الإسرائيلي. كان يعتبرون مشروع إسرائيلي. علما أنه هو لقدر عمل رئيس وهذا ما نحن نذكر فيها. راح عند الخليجي. راح عند السعودية وراح عند الكويتية قال لهم أنا مني ضدكم. بس روقوا علينا شوي. لأنه كان ينتبه بشير جميل لأنه في لبنانية بالخليج. نحن اقتصادنا مرتبط باقتصاد المنطقة. لما طلع كمان كان بدهم 17 أيار الإسرائيلية at any cost. هو طلب وقت. هلأ كمان مشكلته لبشير وهذا كتاب كتير حلو الواحد زمي أوريلا جونسون راندل he went all the way. لما تروح على الآخر ما فيك بقى ترجع. هو دفع فاتورة الحرب الباردة. يعني هو من قتل بس لأنه زعيم أمير حرب لبناني. هو انقتل لأنه كان في صراع صوفياتي أمريكي والإسرائيلية راهنوا عليه وخسروا. حرب الجبل صارت من ورا هيدا الشي. لما بشير جميل انقتل انتخب أمين جميل. أمين جميل ملعبه أكتر. صار بده يشتغل مع الإسرائيلية ويشتغل مع السوريين. ودروز شاطرين بمعنى الدرزي لبد. نطر 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 نطر. واشتغلوا عدروز إسرائيل. يلي هني غيروا عقلية الطبقة الإدارة الإسرائيلية. لأنه في دروز بإسرائيل. تاني شيء بس دروز بإسرائيل ما أجوا منهم بإسرائيل يجوا من لبنان. نو بس ان مواطنين إسرائيليين بيخدموا بالجيش ولعبوا دور أساسي بتغيير عقلية. إجوا لما إجوا الإسرائيلية لهون كانوا بيعتقدوا أنه كل العالم هون مع المخربين. المخربين هي كلمة كانوا يستعملوا للفلسطينية. تضح لما إجوا لهون الجيش الإسرائيلي أنه القوات اللبنانية جايين يصفح ثبات مع دروز. بدروز جايين يصفح ثبات مع القوات اللبنانية. سنتبهوا أنه ديهاف ما أنت لما يكون عندك ديمقراطية حتى وكان ديمقراطية عنصرية ما فيك تبع جيشك على الحرب على بلد تاني. بدك تسحبه. سهني نطروا لصار هذا التغيير بعد صبرة وشتيلة اللي هني نفزوها الإسرائيلي بالتعاومة بعد اللبنانية. مش مع القوات اللبنانية كلهم لأنه مش القوات بتتحمل مسؤوليتها. فيه فصيل معي من القوات اللبنانية اللي هو فصيل إليح بايقة وأنا ما بحكيك أسرار في شيء تقرير لجنة كهان يعني. فات لأنه شارون كان بده شيء من المخيم وأخده. صار فيه كلاة مجازر وفي مجازر انعملت لتخفي مجازر أخرى. اللي صار هو بعد صبرة وشتيلة المسيحية إنه هول ناس بيقتلوا مدنيين ثم صار في تغيير كتير كبير بإسرائيل اللي هو شارون راحة البيت وجه واحد اسمه موشي أرنز اللي هو وزير الدفاع ودروز كانوا شوي شوي عم يشتغلوا على المود الإسرائيلي وبدأوا يتصلحوا الإسرائيليين فعليا انصحبوا وتركوا دروز والمسيحية يقاتلوا بعضهم نحنا ويدون كار أن يمور كذبتوا علينا ودندلتونا بالحرب في لبنان صفوا حسابات ببعضكم اللي صار اللي هو خطير لأنه بعتقد أنا دروز ما كانوا متوقعين راح يصير هالإنهيار العسكري عند المواردين كانوا بيعتبروا بيصير الحرب بيصير فيه وقفة لقنار بعدين بيصير فيه سائبة لعدة أسباب وأنا حكيت عنها بالكتاب دروز are more proficient بالحرب لسبب بسيط هني بيقاتلوا كضيع وكعائلات ما بيقاتلوا كتنزيم مسلح سمارتن يعني أنت بتقاتل بيكون حدك ابن عمك وبن خالك ودروز for a long time علوا الكاباسيتي العسكرية طبعا عبر التدريب بروسية سو مكرم يعني أنت عم تقول إذا بتقاتل مع ابن خالتك أو ابن عمك بتصير شرس أكتر بتقاتل لتحمي بأرضك بالأخير قسم كتير كبير من الولايات اللبنانية مش كلهم اللي قاتلوا بجبل لبنان ما كانوا من جبل لبنان سو ما عندك معرفة عم تقاتل عن مراكز عسكرية ما عم تقاتل عن ضيع والرائز دروز بقاتلوا بيسموه القتال الشعبي يعني عندك a popular army everyone gets mobiles that's why دروز كلهم بقاتلوا لما يصير في شي وهذه صارت بسبعة أيار يعني بالأخير ناس ما شغلتها العسكر حملوا سلاح الآن الفكرة الأساسية هون أنه بتقلي من ربح بالحرب هذا كان عم ندرش ما بداية ما حدا نخسره دروز ربحوا بالعسكر ولكن تاني يوم الصبح وعيوا هيك لقوا أنه كاونتر بارت طبعا بطل موجود يعني الجبل بلا مورني ما أنه جبل مثل أنا بشبهها كثير مثل تومان جاري تخيل أنت يوم يوقع توم بارت طبعا جاري لقيت جاري مات كثير عنده أزمة وجودية أزمة وجودية مثل رود رونر كيوتي يعني نحن ربينا بيركد رود رونر كيوتي بيركد وراء سو هيدا الديناميكس بطلت موجودة منشان هيك لما 83 خلصة الحرب وهي الحرب ما أخذت كثير وقت أخذت 3-4 أيام يعني من 3 أيلول إلى 6 أيلول ل83 لأنه انسحاب الإسرائيلي صار 3 أيلول الحرب فعليا خلصت بـ 6 أيلول كم واحد ميت بهذه الحرب ما نعرف إكزاكلي لأنه في كتير مجازة صارت ضد مدنيين سوف يحن هنا كتير ناس بس في عندك شي 10 ألف شخص 3 أربعة أيام اي والدروز بشكل عام بيستعملوا لأنه عددهم أليل ليخوفوا ماذا أصدق بإكزاكي ما كانوا يعملوا يعني هذه شغلة أنا علمني إياها حدا في شي بيسموه من زمان هذا هو كتير حلو من زمان واحد لما كان يتجوز بيجبوله قدام مرته بسينة بيقبع راسي بسينة قدامه إنه أنا رجال لما تستعمل الدم يتخوف العالم هناك أيضا لا أحد أثر بالحرب كان الموارنة يقولون لي أنت تستعمل الموارنة والدروز لا تقول الحزب الاشتراكي والولايات اللبنانية إنه مختلفة يعني العنف كان مات كتير أبريا وفي ناس دفعوا والأسف هذا الشيء يتحدث عنه 1977 لما قتل كمان جملات المجازر صارت ضد المسيحية صارت ضد ناس هني جملاتيين واشتراكيين يعني في ضائعة مثل ما هي انقتل مننا 43 شخص هني اشتراكيين مع حزب كمان جملات منشان هيك منقول نحنا إنه نحنا بال77 ما كان في واتساب كيف مثلا في ناس عرفوا بالضيع إنه كمان جملات المعلم كمان جملات انقتل بدردوريت كان في إيد خفية ونحنا بنعرف إنه السوريين هنا مسؤولين لماذا بدك تاخد انت تارك من المرونة لماذا تاخد تارك من السوري او لماذا تاخد تارك من المسيحي اللي هو ضدك لانه تكنيكلي إذا انت جملاتي انت ما كمان جملات نفس الشي قتلت كمان جملات غيرت شي بالجبل لانه المسيحيين بكل الحرب بالجبل صارت خمسة وسبعين صارت بجزء من جبل لبنان ما وصلت لجبل لبناني جنوبي بقت بالمتن الأعلى بعين تورا وبدهور شوير ما وصلت لانه كمان جملات وكمية شمعون كانوا فهمانين خصوصية جماعتهم سوحيدوا الجبل السوري وحافظ الأسد فات على لبنان عبر الاختلاف الماروني الدرزي او اليسار واليمين استغل هذا شرحي وثم هلا كمان شغلي بيبدلوا يهجمونا جزء من اليمين المسيحي انه لا مش مظبوط شو الكانتور نارت المقار انا عمدي سؤال كمان ايه تفضلي ايه هلا كت عم بتقول فات حافظ الأسد و والسوريين اذا بدك على لبنان نظام السوري نظام السوري لا بين اليسار واليمين طب ليه المارنة اليمين دايما وليه دروز اشتراكية دايما ليه يسار واليمين لانه المسيحيين او الماروني السياسية كان بتعتبر انه هيدا لبنان هو موطن للمسيحيين لازم نحافظ عليه تحت اي ثمن مشكلتهم الاساسية ما كانوا منتبهين انه هنه كمان دايهاد تشار وبشكل عام المسيحيين بلبنان ما كان عندهم محل تاني يعني وضعهم كان افضل من غير كانوا محافظين هلا كمان هنه منتبهوا لشغلي انه العالم كله كان يساري يعني بالسبعينات فرنسا واندي ترى وامريكا كلها كانت متحب اليسار هيدا المظاهر الفاشية بالاخير كيف ما قلبناها انه الكتاب اللبنانية اخذوها من 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 هتلر يعني الاشياء ما حدا كان بيحب كل العالم تلبس بدلة وحدة الفلانجي كل العالم كان في ودستوك وكان في راكرول كان ناس مور لبرلز يعني وقته كمان جملات فترة من فترات صار هو The champion of the palestine revolution بس هيدا في شغلي انا بيكتب عنا انه ضمن المسيحيين كان في ناس مش يزق من الماروني السياسي وضمن الطايف الدرزية التفاصيل اليسبكي كان مع بشير جميل بس نحنا لانه هيدا الاساس انه ما كان فيه single narrative وليد جملات لما قرر يقاتل بشير جميل مش مزبوط كل الدروز كانوا معه يزق كتير اساس منه بس انه جبروا الدروز يتسلحوا ويوقفوا لانه هاي كانت حزبا بده يقاتل نفس الوقت بشير جميل بشير جميل bullied a lot of people ونحنا بنحكي بتوحيد البندؤية اللي هي قصة توحيد البندؤية في كتير عالم بيحكوا عنا انه هي positive بس توحيد البندؤية هي لضعفة المسيحية لانه انت بطل في عندك حدا يساعدك اذا انت خسرت لما انت يساعدك لما انت يساعدك منشان هيك تاريخ لبنان هو تاريخ تعددة مش مزبوط انه عندك المسيح الاوي والدرز الاوي كان فيه قادة مسيحيين اقوياء وكان فيه قادة دروز اقوياء يعني لو ضلوا طيب بشير جميل الاسلانيين كانوا هني اللي حكم ومش الجملاتيين سو انا بفكك هاي دي السرديات وبيحكي عنا وبعريها منشان هيك بتقل لي رفيتي انا بكرهك انه بالاخير هي فكرة بشير جميل انه ما بيغلط بشير جميل عمره 33 سنة كان شاب صغير كل الناس بتغلط ما عنا قدسين ما هو قال نحنا قدسين وشياطين من نفس الوقت كيف كمار جمبلات صار هو ذي بجزء لتجزء من البلسطيني كيف صارت هذه الشغلة هي حركة القومية العربية وبعد الستة وبعد السبعة والستين فكرة الثورة الفلسطينية وانا كتبت عنها صارت بسموه مثل البيتلز كان في بيتل مانيا افريون بما فيه مسيحية لبنان يعني بشير جميل ما كان عنده مشكلة بتحرير فلسطين لما كان لبنان مع بيدفع فتورتا يعني بير جميل وكامير شامعون ما كان عنده مشكلة مع الفلسطينية في لبنان كمار جميلات كان جزء من الحركة الناصرية والقومية العربية وكانت اتفاق القاهرة بعد اتفاق القاهرة كانوا بحاجة لحدا يدبطوا للمنظمة التحرير صورتين راحوا عملوه جابوه وزير داخلية لكما جملات لانه هو الوحيد كان انفورس القانون عليهم لانه بيعتبروا واحد منهم وصديق لقلهم ثانيا الحركة الطلابية بشكل عام استعملت المخاومة الفلسطينية كفيكل للطالب بالتغيير والفلسطينية ما كانوا كتير محمسين بعد تجربتهم بالاردن يفوتوا بالسياسة اللبنانية منشان هيك مش بساق منشان هيك ابو عمار كان اخر همه اذا بصير في اصلاحه بلبنان هو كان هدفه الاساسي ما يعيد تجربة الاردن منشان هيك استفاد من انه الدولة تكونوا ضعيفة وبالخمسة وسبعين لما صارت انا دائما بشبهها انه الحرب العالمية الاولى ما صارت لانه اغتيل فرنسوان فرديناند هي السبب المباشر بس كان في مئة سبب تاني لاتبلش كان في بلدب وكان في ممنتم وهذا كان الكاتيليزر هي التريجر ولكن نحنا we were doomed to get there لانه ما فهمنا انه لازم to defuse the confrontation والpolarization was bad هلا ما تنسوا انه نحنا عنا حرب السنتين بعدين عنا حرب الاشرفية بعدين عنا حروب عديدة الحرب الاهلية اللبنانية ما فينا نحطها كلها بنفس السلة حروب الاسف بعد الاثنين واثمين بعد ما فلوا الفلسطينية وهيدا شي بعري بعري المقولة انه سبب الحرب الاهلية هي الفلسطينية لماذا نقاتل بعضنا 8 سنين هذا سؤال يجب ان نسأل ثانيا مش مظبوط ان الحرب الاهلية اللبنانية خلصت لانه الامريكان بدهم كان في محاولات عديدة بال76 كان في محاولة كان في اتفاق التولاتي محاولة عدة محاولات بالاخير الحرب الاهلية اللبنانية خلصت لانه الدنيا تغيرت يدار برلين سقط غزو العراق وصارت الحرب لعنة برضو ما نرجع نفهم انه نحنا طائف كان كتير ممتاز ولكن ما عرفنا ننتقل من الطائف لما بعض الطائف لعدة اسباب واحدة منها انه كان في عندك وصاية سورية واحتلال سوري ثانيا امر الحرب ما عرفوا يطوروا هذا النظام لانه امر الحرب ما بيعرفوا غير القتل والدبع لانه it was convenient لقالهم محاصصة وزبائنية وفساد وحق على الشعب اللبناني الشعب اللبناني اندر رفيق الحريري كان عايش بالبحبوحة ما انطبهوا انه لما انت سليم عياش وحسن نصر الله يقتلك الحريري وتسكت بدك تدفع فتورتها لعنها مسكتت بس وانا ما بدي عدالة بدي محاسبة وانا ما بدي حقيقة بس بدي العدالة الحقيقية بس كيف اصدق سكتت اذا بالالفين وخمسة اللي عنا نزلت تعطرقات واندبندنس او فايف وكل هالك بس لما طلعت طلعت الحكم تبع المحكمة الدولية سليم عايش والسليبراتي لازهيرو مصطفى بدر الدين بضيعتو حتى عملو له نصب لمصطفى بدر الدين ثانيا والاهم انت كل مرة بتترك العدالة ما تتنفذ ان كان سمير اصير او او جبران تويني او 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 عم بتأسس لسقافة الامفينيتي ما فيك تبني بيت اذا العمود طبعه منو ستيبل والدولة فوق القضاء اذا انا بي قاضي متقاعد لما كنت روح على المحكمة فوق المحكمة في شي اسمه العدل اساس الملك اذا ما فيه عدالة ما فيه ملك فيك تشرح لي ليش شخص صديقي نقمان سليم هذا العقل المتنور بين قتل بجنوب اللبناني والشعب اللبناني ما بهمه شي والذي قتله هو حزب الله لان هذه منطقة اخذ على تانيا والاهم اي جريمة متصلة بحزب الله ما منعرف مين اعملها اي جريمة تاني متل ما صار بعكار منها منعرف كل شي منعرف شو كان لابسين كفوف منعرف شو استعملوا تليفونات والدولة منا ضعيفة بلبنان لكن ليس هناك من مشيئة سيئسية لتحقيق العدالة منشان هيك الشي اللي صار بالبور معقول انفجار انا دايما بقولها شاروم ما قدري دمر بيروت هزي الطبقة السيئسية دمرت بيروت بانفجار البور اولا اذا كان حزب الله مخزن سلاح مشكلة وان كانوا الانكمبنة في وسطنا لهم مشكلة بالحال تام ما في انا قطعه هو خيش شعب اللبناني بطل يناموا ورا الانفجار شو بدك بالمعطرين اللي ماتوا الميتين واحد اللي ماتوا اكتر والناس اللي انجرحت في تراومة طويلة عريضة تانيا The image of Lebanon was shattered هيدا الانفجار المشروم غير غير لبنان خلص مفي رأيه عم تحكي اللبنانية واجيال اللبنانية والعالم من برا We have to reclaim هيدا البلد وهيدا البلد ما ممكن احنا نفوت عليه إلا من بوابة العدالة من شاناك اللي بيهزلك بأصبعه وبيتهمك بخونك انك انت عم تطالب بالعدالة هو الخين بحق لبنان طب انت عم تقول انه تعرفك ترميح كمان سليم يعني He is the co-author of your book co-author صح اذا ما عنا غلطان He is the editor He is the editor عفوا ليه بتاعتذر ليه بتاعتلول الله كمان سليم لان هو كان انتلاكتشول ما كان بركي لا قال لك ليش بيقتلوا حزب الله حزب الله وهدا شي دايما بقولوا حزب الله ما انه حزب سياسي حزب الله هو منظمة تتعطى القتل وبيقتلوا اذا بيعدوا هيدا الشخص منظمة عسكرية تتعطى عسكرية امنية باعترافهم ولو ما ظهروا السوريين من البلد ما كانوا تتعطوا سياسي انتبه هن فاتوا عالدولة بعد الالفان وخمسة لانه صار في فراغ معيان هنو اضطروا يعبو وهن كمان في شعلي ما من انتبه له بيقولوا عن حالون هنو ما بيسروا هنو جزاء من التركيبة ما بيحكي عن كوبتاجون والتهريب هنو في نظام المحاصصة هنو جزاء منه ليه اعتلوا للقمان اول شي اللقمان كان مؤثر كتير لانه اول شي منه صوت وحيد he was a very brave voice very loud ولكن كان بيمثل طبقة معي مش مظبوط انه الشيعة كلهم ما حزب الله وحركة امر هو كنموزج انه هدا الثنائي انا بدي اجي اعطيك ايها بالارقام الثنائي الشيعي اخد 27 مقعد بالانتخابات ارقامه هي تقريبا 300 الف طب نحنا ما يسمى الثورة والمعارضة اخدنا 13 مقعد طب نحنا معنا 350 الف صوت اذا النظام هو نظام fair مفروض ناخد اكتر منه ان نحنا تانيا واحد بيجي بيعملك مشكل وبيفوت وبيضربك وبيمنعك تصوت وبيزور انتخابات هدي مانا انتخابات تمثيلية تانيا والاهم ليش نحنا منا نرضى نخلي زعيم او حزب سياسي يحكي باسم طايفي طويلة عريضة ما حدا بيحكي باسم ما حدا بيحتكر التمثيل الشعبي مظبوط في يكون عندك تمثيل نيابي بالبرلمان ولكن يجب انتو حاسب ما يجب ان تعمل حالك انت اديس وانت بالاخير تاجر كوبتاجون وتاجر بقدونيس ما بيقبل انا بهدي الفردي نحنا بدنا بلد بساعنا كلنا انا ما بدي افرد ثقافة عليك بس انت ممنوع تفرد ثقافتك عليك وانت ممنوع تورد لبنان بالقتال باليمن وبسوريا وبالعراق وتجي تخوني لما انا طالب بقضاء مستقل في كتير عالم بيقولولي لما اطلع على التيفي احكي ان انت زال انا متطرف اشرح لي وين التطرف لما طالب بالعدالة لما طالب بالقضاء لما طالب ان انا ضرائبة ما تنسرق مواطن طبيعي انا بيحق لي في عقد بيني وبين الدولة اذا انتو منكن قدة زيحو صح وانا انا منحضرك بالمقابلات ما بتحكي مثل يعني الرجال السيئسي انت انا ما بتتعطى السيئسي انا بيحكي بالسيئسي بتكون شوي black and white خي ما عندش انا بالاخير اذا انزل على بلديتي او بتحط بغار الملاحي انا على الموضوع انا بتسألني بجوبك ليش لانو بالاخير بالاخير الشعب اللبناني بيحكي حكي لما كوني قاعدين نحنا منشرب كاس قاعدين بالسلوم نحكي هذا الحكي لشو انا بدي انتبه شو بيردوا علي وتعرف شو الخطر بالموضوع انو انا ما احكي وما يقولوا للعالم الله يرد عنك ليه بدو الله يرد عني اذا عبعتي رأيه نحنا بخطر حقيقي مش لانو نحنا ما عم نواجه ازمة اقتصادية نحنا ازمتنا هي ازمة اخلاقية 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 نعم لما انت تسكت عن الغلط لما تعتبر انو كل الناس عم تسرق انت تسرق لما انت ما تدفع ضرايب كل هايدي جزء من ازمتنا الاخلاقية لما نحنا نرضى بجريمة تسير العنف الاسري لما نرضى بعنصرية معينة ضد الام اللبنانية ما فيها طعة جنسية كلها هايدي جزء ازمتنا الاخلاقية ونحنا بدنا نكون مودرن وبعدنا عم تصرف قلنا عايشين بالقرون الوسطى بس انت ما بتعتقد انو من ورا هولي الشبكات الزبائنية اللي يعني كتير متشرة ومتل ما قالت اذا انت منك جزء من السردي سرديت الطائفة تبعيتك بيعزلوك بيحطوك عجنب في عالم في طواف عند مستشفيات عند مدارس عند كل هذا الشي اذا انت ما بتحكي من عندكم في كتير الناس بيحكوا انو ما لازم تكون في عندنا احزاب لبنان ما فيكون طبيعي اذا ما في احزاب طبيعية من هون الاحزاب الموجودة لازم تصلح نفسها وتفتح العضوية وتفتح انا ما بدي ضلي عبي اختلف معهم عاشية كبيرة بدي اختلف عقصص الصغيرة انا اذا حزب الله هلا بيكسر لي عيني وبيعمل شيء منيح بيدعمه بالبرلمان بصوت له بس ماكرم انا اللي عم قوله هو انو فاين بركة قزمة اخلاقية بس كمان ما فيك تنكر انو اذا انت تحكي او بتعمل شيء ضد سردية الطافية بعيدك في ون يعزلك فانت يعني خلص محصور اذا بقول انو حزب الله بيقتلوا حزب الله قتلي بيطلعوا بيهجبوني جماعاتهم بانو نقتلك انت واحد صهيوني اخي انا بدي اقول لك شغلي انا ولا مرة بحرد على اي شخص لبناني وغير لبناني ونحنا نعتبر انو كل مشكلتنا بلبنان هن اللاجئين السوريين او الفلسطينيين مشكلتنا هي انو نحنا ما عارفين ندير هيدا البلد ونحنا ما عارفين نحاسب لازم نحنا نحاسب زعمائنا منشان هيك مشكلت الثورة كانت هي مركزيتا قرروا ينزلوا كلهم ع بيروت مضلوا بمناطقهم لازم انت تحاسب بس فيه صار فيه ترابلوز بالاولة بس بعدين الناس ما تنسي كمان اللي حما هذا الطبق السياسي وحسن نصر الله اخدها بصدره قال انا السيستم وجابوه لنا هيدا معاييس له ابو مشط حسن دياب نزل انجزاته ناصر انديل كتب كتاب قال يمضحه وما يمضحه وليس سبع وتسعين وليس سبع وتسعين كانوا انجزة برجع بقليك فيه شي كتير كتير طبيعي بقلولي كل المشكلة حزب الله لأ بس لكن لبنان وصلنا هون لانه نحنا عزلنا عن بيقته العربية وعن الخليش لما انت كل اقتصادك مرتبط بالخدمات لما انت تسمح انه نظامك المصرفي بيصير نظام شغلته عملت ضبيد اموال لحزب الله ويهرب اموال اخر شي لما عمله الهندسة المالية ممكن كانت انونية الهندسة المالية ولكن غير اخلاقية برجع بقلكم 14% return on interest is the Ponzi scheme نعم نرجع كل مرة بتعرفي كل العالم ما قطلة احكي شو صار بمصرياتنا يكراحوا مصرياتكم ما بقى تنترو يبتزوكم هذا ما بيعني لازم نخليهم بمعنى نتركن بس نحنا لازم نطالب بطبقة سياسية جديدة بتاخد هيدا البلد لمرحلة جديدة ومرحلة انتقالية بتاخد سنين وعشرات السنين من شاناك محدا كل ما نقل له شو الحال نواف سلام خي نواف سلام شخص ما بدنا سوبرمان بدنا سوبر سيستم ما بدنا هيدا السيفير اللي بيجي معودين عليه هيدا بدنا نظام ما بيتأثر بخضات المنطقة نظام اقتصادي عادل بتقللي كيف نعمل انماء بالمنطقة نحنا في عنا فينا نستثمر فيه تانيا والاهم ما الدياسبورا ما عندها مش كي تستثمر بالبلد بس بكن تخلقوله فرص بيئة حاضنة معينة هول انغامي ليه سكروا وراحوا على الخليج لانه هالبيئة صارت طوكسيك صح كل شيء ساكساس ستوري بلبنان الدول اللبنانية والطغم الحاكمي شغلتها وعملتها تفشلة بيئة حاضنة ليخلقوهم تعرف كنت عم تحكي عن كيف اللبنان ما عرف بيع حاله بس بلش يبيع اراضي من ورا الفوائد من زمان عملنا سردة مع كريم ظاهر كان عم بيقول انه من قبل اذا كانت تطلب من اللبنانية يبيع ارضه كرمال ياخد مصاري وحطهم بالبنك من وراه الفوائد كأنك عم بتسبوه وهيدي السقافة تغيرت لما اللبناني صار يقوب بتاع في شو هيدا جانا عمري ومش بشي الاساسي انا جدودي مطلع باعت اراضيه لعلمة ولده نحن نحن نتجهين متل ما هلا نحن متجهين ما عنا قطاع تعليم عام بس برايفت وفي عنا هول كاكين التعليميه اللي هي مأساة بحق اللبنان نحن بالمرحلة الجيه ما حيصورش في عنا براين درين لاننا نحن نرجع يعني مانا نرجع انا بيلولي انت ايوبي وانت اليت لا مش مزبوط نحن عنا كل الطبقات الاجتماعية ونحن مش بس منعلم نحن بنعمل ريسيرتش وي بروديوس نولدج لبنان اهميته هو انه هو مستشفى وهو جامعة بس نحن ما عنا شي بقى ان ليش صرنا لعنة على نفسنا انا هيدا اللي خايفين منه مكرم خايفيني انا وميديا انه هيدا الشي اللي احنا كنا نشوف حانا فيه مثل عمت والمستشفات والمدارس والجامعات ببعف اذا استرجعوا الاسترجعوا الاساتز اللي كانوا هني عبر ارجعوا لسواب بسيط لانه انت هوني انا بعرفها كتير من عدة تكاترة عم بروحوا على الخليج عبر ارجعوا هونيك هن رقم هوني الدكتور هو اليه هونيك بيقعدوا بمكتبهم من التسعة لالخمسة هون بيجي بروح مثل بس هدا هو اللي بيخوف انه تخيل انت مثلا استيز جمع بس استيز ماذا سي تقبض مثلا ميت دولار ميتين دولار بالشهر انه اذا اقول لك انا شو بقبض معاش بيطلي ليش بعدك ليش بعدك انا بيقى بالايوبي لانه انا بقتنع لازم ابقى نحنا ما منهرب من بيتنا لما بيتنا يكون بخطر انا ما بيقبل حدا يهجرني من بيتي قبيلة ايوبي لا بيقبل حصل ناصر الله يهجرني من بيتي ولا بيقبل اسرائيلي هجرني ببيتي ولا السوري انا بيبقى ببيتي وبدافع عنه وبعظم كل العالم بتعيش معي تحت هذا السقف سقفنا هو لبنان وسقفنا هو سقف القانون ما بيقبل حدا يقول لي كيف عيش وكيف فكر بالاخير نحنا متعددين الاخوي ما بيشبهوا بعضهم اصابيع ايديك مش متل بعضة بتقلي لبنان ازمته الوجودية هلا انه نحنا بعدنا ما نفهمنين انه نحنا ما حنوعب يوم الخليجي حللنا ازمتنا نحنا متل ما عم نطالب هلا يحطوا مصاري يعني نحنا ازا منحط مصاري بهالأزم انك عب تعب ماء بيدلوا مفخود سطل مفخود واحد بيدلوا سطل ازا براهن على هيد الطبقة السياسية هذا ما بيعني انه نحنا بدك رأيه هدي كلهم يعني كلهم لازم نرجع نحنا كل واحد بتحمل مسؤوليته قديش هو ساهم بهيد الجريمة بس مين بيقرر مين عمل الجريمة من القضاء اللبناني بس اللي صار اخر مرة شو عملوا حزب الله والطبقة السياسية خلينا نحكي شو صار بتحقيق البورك ليس ابو صعب وجبران باسيل وحسن نصر الله بيعوا الغاز للإسرائيلية اخدوا بما قبيلهم بتحقيق البورك فجروا القضاء من جوه صرت انت مراهن على طارق بيطار طارق بيطار اخد خطوة رجع وايدات فلت كل العالم سوري فيك ترجع تعيد شو قصدك النوع شو هالترانزاكشن يعني اخدوا تعاونوا معي اعطوني الديماركيشن طبع الماريطايم بوردر لانو انا بحاجة لغاز الاسرائيلي لريح الاوروبيين بحربنا مع الاوكران مع الروس بمقابلة نحنا منلغي قصة التحقيق وهيك سار لو منلغي قصة التحقيق شو بيعاملوا ساعة الامريكا ما بيضغطوا بقى دغطوا وظهروا الناس البدونيه هون والامريكين هنى مسؤولين بتقى لي حق عليهم او لا مش حق عليهم ونحنا وين نحدد بتقى لي محمد بن سلمان عب يعمل مصلحة ويكون المصلحة اللبنانية مين بيحددها اول شي مش مظبوط انه مصلحة اللبنانية مختلفة انا مش من مصلحتي عادة الخليج مش من مصلحتي كون عند الايراني مش من مصلحتي انا ما اعترف انه عنده ازمة لاجئين واتعطى معهم وجيب مصاري من بره بتعرف انت اللبنانيين ما اعترفوا انه عندهم ازمة لاجئين من اول الازمة فقعت ابو جنا ورأس بالاردن مثلا استعملوا اللاجئين ليعملوا الانفراسطركتشر تبعيتهم كل الفكرة انه في رفض ليتحملوا الناس مسئولية ما حدا منهم بيقول عن حاله انه هو بالسلطة علما انه ما فيك انت تكون بنظام ديمقراطي ما يكون في معارضة وموالاة وهات ديمقراطية التوافقية هي بدعة وهرتقة ما بعرف ما انخلقوا فيك انت يا تكون بالسلطة يا تكون بالمعارضة ما فيك كون انت بالسلطة بتقول عن حالك انت بالمعارضة اللي بيسمعه اللي جبران باسيل عبيحكي او العون عبيحكي بيفكروا بعضوا بشأته بفرنسا هيدا زنم يعمل رئيس جمهورية بيقول لك ما خلوني شو ما خلوك انت بالسلطة ومش مظبوط ان رئيس الجمهورية اللبناني المسيحي منه قوي كتير قوي خير دليل انه عطل البلد نبيه بري بالاخير هو بيشبه هيدا الساحر بقضيها يسحب ارانب من بورنايتو صار لما يسحب الارنب الارنب مات ما حدا بقى يقبل يقبل هلا وصلنا لمرحلة لبدعة انه بدي يعملوا تشريع وما في رئيس جمهورية خيال الدستور واضح بالموضوع تانيا اذا الناس منا منتبهى شو عم بيصير باوكرانيا اذا الناس مش منتبهى شو عم بيصير بين الصين والايرانية والسعودية في شي عم بيصير بالمنطقة ما هذا هو لك يعني اللبنانية بتاع اول ما شافوا السعودية والايرانية عم بيحكوا من تبهوا على الصينية وين صارت؟ لا لا من تبهوا انه في بيكين بالداء وفي عنا الصين فات على المنطقة وذكروني بهيد النكتي تبع بير جميل الجد لما راح على الصين سألوا الوزير اللي استقبلوا كم واحد انتو بلبنان قالوا نحن هدي بالستينات قالوا نحن شمالينين ونص بيرد على الصين قالوا ليه ما جبتم معك انو لبنان بلد صغير بدي يعرف اياس اجروا شو حجموا وشو ممكن يعمل بالمنطقة شو ممكن يغير لما صار الاتفاق بين صعودية وايران في ناس انبسطوا وفي ناس قالوا كارثة وما حدا نشاف وصار بالصين وفي وليد جملات كتب تويت ان رعاية الصين لعودة العلاقات السعودية الايرانية انجاز كبير في تخفيف التوترات في الشرق العربي اما في الداخل اللبناني فانه يؤكد دور الحزب الاشتراكي المحوري فالحزب تاريخيا له فرع كبير في الصين وراء السد العظيم او شو بحماية الاسد الصيني وتحت اشراف تنين الموحدين موحدين الدروز ما بيمزح هاشتاغ لبنان وليد جملات بحب انجل هو بتعرف وليد جملات في شغلة حلوة فيه انو ما بيقبط حالو جد وحط صوار بيمزح لازم هيك كلهم انت كسياسة لبناني لازم تعمل الشغلة واذا ما ضبط تتراجع ما لازم نحنا وهيدا شيعة بيعمله هو الناس ما بتنتبه انو بتعرف انو وليد جملات انتبه انو الخليج ما بدنوا سلامان فرنجية وهذا عم يصير فيه نوع من اعادة حتى اذا تفقوا مع ايران هني فيه شغلة اساسية انو مظبوط السعودية خففت الاحتئان مع الايراني ولكن لبنان بالنسبة لهم حزب الله وهن واضحين انو هن ليش بدن يدفعوا من جايبتهم ليقووا حزب الله تانيا الاهم حزب الله عامل شغلة باللبنان اللي هو جدا سيء كان اخذ لبنان كرهينة هادي الرهينة ماتت طلعت ريحتها بعد بضيق بضحقها يخييت فينا تنازلوا عن هذا السيستام اللي فشل وخلان نبني سيستام بيحميكم لان احنا ونديم طلع معكم وحكي ما فيك اتقاتل اسرائيل لما تكون انت تقبض 2-3 دولار حد الادنى للجور طب مين الربحان بهذا الاتفاق بين والاتفاق الحديث اللي صار بين اليراني والسعوديين ومين الخسران صين غير الصين الصين هي الربحانة لانه هي for the optics هي قوية شو اهمية انه هيدا شي صار بالصين انه اول شي بطلت انت مضطر تمرو عبر الامريكان هيدا بايدن منو منتبه انه انت بالاخير يمكن ان تبوش السعودية ايران محمد بن سلمان is here to stay ما فيك ضلك تتهمه وتاخده lightly تانيا والاهم وهيدا شي خطر كتير السعوديين انتبهوا انه في ضربة لايران الاسرائيلية سدلوا الوضع هيك وضلوا they're pursuing the bomb الاسرائيلي بدو يضرب صعب يقول السعودي انا بشتري راحة بالي بحكي معاهم بخفف معاهم هني بهمهم اليمن اليمن هو الباك الباكيارد طبعا للسعوديين ما بدهم بقى يعملوا مشاكل اصلا مفروض يمضوا السلام صحيح عبي حكوا حتى انا حكيتها السعوديين والحصيين عبي حكوا بالضحي الجنوبية ولكن انت كلبنان يعملوا بالضحي الجنوبية هلأ صارت على سعيد اكبر وصارت مفضوحة السعودية ومحمد بن سلمان والاماراتيين ما بدهم بقى مشاكل بدهم يروق عبي صلوا عن النبي مثل ما بقولوا بس الشي الاساسي انو اللبنانيين لازم هني يخلقوا فرصة ليجي الخليج ويجي الغرب بيساعدنا يجوا هني يعملوا لنا شغلنا ما حيعملوا لنا سو انت لما بدك تجي تقللهم تعود عمولي انتخاب رئيس ما بدك تجيب لهم سلامان فرنجي ما احترامي لقلو ما بيحللك ازمي عبطعت اذا انت بتحبه يا حسن وصر الله سلامان فرنجي ما بتسميه رئيس جمهورية لانو انت معود عرئيس جمهورية يكون دميلة لك متل ما كان مشال عون وهني برجع بقول لك وهي دا الناس ما بتنتبه لو فيهم انتخبوا جبران باسيط كان انتخبوا جبران باسيط لانو ما بيتعاطوا سياسي حزب الله ما بيفهم سياسي بيفهموا بولينج هلأ في شي كمان اساسي هيدا بنحكيها هلأ بالانتخابات البلدية الانتخاب النيابية الانتخابات منعت حزب الله لانو ما قدر ياخد الاكترية سلاحه ممكن يمنع انتخاب رئيس بس ما فيه يفرد انتخاب رئيس ما عب يقدروا يطلعوا رئيس بسلاحه ماذا حنطلع رئيس هلأ برأيك ماذا تروري انا رأيي اذا رئيس جمهورية بيشبه الاشخاص المطروحين ما فيهم سلامان فرنجية وهول ما بيتنا رئيس جمهورية بس بالسؤال شو بقى ستقربوا بأخير اولك اسرائيل كمان هي الخسرانة بهذا الاتفاق بين ايران و ناتريلي لسبب بسيط حتى السعودية وامريكا وهايدا بتعرف انه بالاخير اذا اسرائيل اخذت قرار تضرب لأمريكيين ما حيوقفوا ضده تانيا والاهم على ما يبدو انه الاسرائيلية عب يتابعوا الايراني اذا الايراني وصل لمرحلة هلأ في شغلة ما بينتبهوا للعالم الضربة ما ضربة تكون بايران كل يوم في ضربات بسوريا مظبوط ومين عب يساعدهم الاسرائيلية يضربوا الاراني الروس الروس عب يساعدهم الاسرائيلية ببعض انت فيك تطيري فوق سوريا بلا ما تكوني منسقه مع الروس هلأ هني ما بيقولوا تانيا الايراني ما تنسى شو صار بالصورة الايرانية هلأ الدموكراس بامريكا خليه موقف كتير حاد من النظام الايراني الاوروبيين هول اللي براليين اللي كانوا بيحبوا الاساد وبيحبوا وهيدا ما تنسى لما تقتل نساء ومدنيين بالشوارع ما فيك تبرر بقى ما فيك تبرر الادارات ما عبتدر تبرر تسنط بوليتيك الانيمون خلاص يعني فلتت من ايدهم تانيا والاهم هذا النظام الايراني ما انه سستاني باللونجران هلأ ماش بكبسة زرة حتصير بس من هون لعشر سنين لعشر سنين هذا النظام عنده مشكلة بالساكسشن يعني خامنئي بعد ما يموت ين بدي ياخد محله وارديا مبهبط عليه برجع بقلك هيدا الانزمة ما انه انزمة طبيعية هي انزمة اول شي مانه ديموكراتك ما بتزن تكاتر لكل الناس ان كان نزام السوري نزام الايراني مشان هيك باخر المطاف بده تزيل هلأ شو بدنا نحط محله انا هيدا صرر يخوفني شو بيطلع محل حزب الله بده انا اخلق ارضية معينة تخلق احزاب سياسية طبيعية لانه اذا انت يدونت ما فيك تزرع ليه ما بستعملها هالعبارة ما فيك تزرع انت بمية ملح ما بيطلع شي بمية الملح so you need to find a way to drain هيدا الارض وتخلق بيئة متعددة وهيدا شي ممكن نعمله بلا نظام سياسي قوي مننظف الاحزاب اللي موجودين نطلب منهم لانه انا رأيي انه فينا في مشاكل سكساشن مثل ما عم تقول بايران بالاحزاب اللبنانية الحالية هي طبيعية والاحزاب اللبنانية منتبه لهيدا الموضوع نحكينا فيها معنى دي مقتاشن ومن بعد نبيه بري مين فيه يرجع يستلم حركة الامان مش بساك كمان الاحزاب اللبنانية ما عندها بقى قدرة تريكروت من الشباب لانه الشباب بطلوا مهتمين اولا كانوا قابل اللي بيقلك بايك انه ما تسبوا لزعية ممكن بفوتك عالدولة مين ما تيفوتك عالدولة وعالجيش وعلى القدرة لان ما فيه مسائل لانه لا تسبوا لزعية ما يكون واحد حمار مثل اللي بيكون واحد مجرم يعني شفنا شو صار بالمرفق هلأ بدي أقلك شغلي المرفق المرفق هو حدث كبير ولكن كل شوية في حدث ثاني بيذكرنا انه هيدا البلد يعني مقزوم لازم نحنا نرجع نحنا الشعب يعني حق على الشعب مش بس على الزعمة أكيد لا لما بتشوف اليوم شو عم بيصير بالموترات عند الصرفين وكل شي بتشوف انه الناس عم تجاري بتقرض بعض يعني لا لانه ليش بتطلع على كل كل تشالنج كاوبرتوني تطلع مصاري تبخيل ما انت مصرياتك عم بتحطها اخر شي أنا خبري كخبري لما عملوا الهندسة المالية أنا ما كنت افهم فيها 2016 something like that اجا حدا تفكر انه احنا متعطى سياسيا معنا مصاري شرح لي قلت لأول شي لانا نطلع من الفكرة انه انا ما معي هل قد مصاري الثاني شي اللعب تشرح لي might be legal but it's unethical يعني تطلع هل قد مصاري اذا انت كنت باوربا وتركت له طلعت فتورتك 10 يورو اذا تركت له 10 يورو للويتر بردلك ليش بيعتبر انه هو مشتغل انف لياخد هل قد مصاري سو نحنا عنا مشاكل وهيدي هون دورش على قسة انه المشكلة الاخلاقية اخلاقيا مفروض نحنا نطبق الانون مش لانه الانون موجود لايق معنى بس هو بيحميني انا اذا ما بردى ما اسرق كهربة ما اسرق مي وما اطلب وصايت هيدي شغلة بتحميني لبعدين سو نحنا ما ننوقف نتعاطى هيدا الجنس السيء من الفساد سو انت عم تقول عم تحكي عن هزم اخلي عم تحكي عن خصة بالحنوح احراس وعيني بس هيدا السقافة بس من ربي ولادنا عليا من ربي ولادنا عليا it has to start somewhere and it starts with education بالبيت اكيد وبالجامعة وبالمدرسة عبر كمان نخلق بيئة متعددة لما انت لما انت تكون جاي بالمدرسة المسيحية ليش اهمية الايوبيع بتجي بتعرف عكل الجنسيات وعكل اطراق سو مفروض نحنا نخلط من شانهيك جدا اساس من موضوع الاحزاب انتو شطنكم مجروحة طيناتكم مو مشكل مو مشكل بالفرانكوفوني كمان ايه عم انو معروف فيه كوت انت كتبت grass will regrow on blood soaked pasture while the rancor of souls remain unchanged طد ينبط المرعة على دمن الثرة وتبقى حزازات الصدور كما هي هيدا بيت شعر بتذكروا من السقوند لظافر بين الحارث بيقول انو ارض المعركي بتشرب دم ممكن يطلع عشب فوق هيدا الارض بس الارض بعدها شربان دم ونحنا ما نعرف نحنا دائما نطلع تحت التربة ولازم نقع زكرة ونحكي فيها وانا رأيي ما في مجال نحلة بلا ما نحكي فيها علني it's a brave thing to do and there's brave men and women that were doing this منهم سمير اسير وامل المكارم ولقمان سليم ومانيكا ما لازم نرضى بس انو اللقمان وسامير تلون اي بس بعدها انا رأيي انو هنا قوة بكتير من حسن نصر الله واصبعه لانو الانتلاكت ما فيكي ما فيكي تكوني بارض المعركة بالقتل وبالدمار نحنا قوتنا هو عقلنا ونحنا قوتنا هو نقدر نتحاور اذا واحد ما عنده قدرة يتحاور ما فينا لبني بلد واهمية لبنان هو هادي التعددية انا رأيي انو مظبوط سامير اسير انقتل بعد كيلومتر من هون بسيارته ولكن تأثيره عبر للطواف والشي اللي حكاها عن سوريا صار يعني صورة سورية يعني بالاخير بشار الأسد ما قدر يقف بوج شعبه رح قتله كب عليه كيميوي وراح جاب الايراني وراح جاب الروس بس سوريا اخرطها ترجع بلد ديمقراطي وحر وطبيعي مثل ما لبنان رح يوصل تقل لي ليش هالقد متفائل انو مستحيل ان نكون نعيش ببلد هيك يعني هالبلد لعني على الكل بما في الناس اللي هني مبسوطين فيه صح في تنهي هذه السردة عادتنا حنمس على سؤال انو هل في امل بس اكتبت لنا دي دي كاسل انو ميديا تميدا ان معين ان هوبس افرائي تنهي افرائي تنهي كلمة امل هل انت بتعتقد في امل دائما دائما في امل لانو البشر دائما بيتحرك ولا قدام ما بيتحرك ولا وراه وانا بدي بلد ولدي عيشوا فيه بشكل طبيعي ما خاف عليهم لما اسمع انفجار يكون الانفجار ممكن مثل البور ما بدي بقى عيش عيش ببلد حزين نحنا عيشين عند المنوترانيين لبنان وبيروت بالتحديد عيشنا بره وبحب عيش بره ولكن بيروت فيها روح اللي كتب عنا سامير قصير اللي كتب عنا كمال صليبي اللي كتب عنا رشيد الضعيف ليش انا بدي ارضى عيش بالحزن وبالقتل وبالموت وبالسواد نحنا ثقافتنا هي ثقافة الحياة وهذا رأيي ويمكن تقولولي ليش هالقد متفائل بحقل لي يعني كلنا منعيش بهذا الامر مش متل نديم قتاش لك نديم اللي عب يعملوا من هونيك كمان بس بالاخير الكالتشر اللي نديم بينتميلها وننتميلها نحنا كلنا نحنا بننبسط يعني بننبسط بننعيش بلد طبيعي وانا رأيي انه اذا البلد بيصير طبيعي اول شخص بيرجع هو نديم قتاش او عاليدي بيصير يتردد اكتر على البلد ويجيب أولاده بكرة مكانت سرد بتعايد شكرا لكم دائمون شكرا لكم شكرا لكم اكتر واكتر نحنا الهيستوريونز بنشبه كتير الدكاترا بنحب نعرف ليش الجسم مريض مش العوارد اي مش العوارد ونعرف انه دائما بنطلع على الشغل نفسنا اطول ونعيش وانا كوني درزي عندي بعد اكتر من اربع خمس محاولات يعني بنعرف نوصل لك سنين ام تشتري مينة بالمية نحنا رح نحط اللينك للاشخاص اللي بدأت تشتري الكتاب انلاين للعالم لبنان وين فيها تلاقي كتبك موجود وينما كان موجود بفردزن بانتوان بدارش جديد وموجود افريوير يعني حتى عاملينه بسعر رمزي لانو تعرف الكتاب صار غالي هالأيام بفكرة بدي ايهون ناس تقرأ وبدنا نتناقش بس انا بتمنى عليهم يقروا الكتاب بمعنى انو في هذيك مرة كنت بمحاضرة وطلقوا واحد قال لي لازم تكتب وهيك لم تكتب قال لي لازم تكتب قال لي لازم تكتب قال لي لازم تكتب تاني شيء اهم شيء اول كان فصلي اللي هو بيحكي عن فكرة الزاكرة والتاريخ الشفاهي لانه هو اللي بحضرك لتفوت بالحرب نفسه لتفهم شو يعني نفسي شو عم نحكي مش بس انا ما عبخبر تاريخ انا عبعمل تاريخ historيغرافيا مش history فرق كتير كبير بنحكي شو حكيوا الناس عن التاريخ وهي حلوة it's a journey it's an invitation for the debate مشرجع العالم تقريب من ايك على تويتر اكيد دايما اكيد اكيد صحية شكرا thank you مكرم مرسي كتير thank you اشتركوا في القناة